اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هو الزجل أو العمية عمية المصرية بتكون أسهل وأقرب للناس إنما الشعر الفصحى دايماً بيبقى له فنيات أكتر وبيبقى له برضو جمهوره وبيبقى له قفية وفي قواعد لغوية لازمية العمية برضو ليها قفية وليها كل حاجة بس الزجل تقريباً بيبقى أقرب للناس وانتي بتفضلي أنهي نوع من الشعر الزجل ولا مش أنا اللي بفضل هي الحالة اللي جواه هي اللي بتفرد نفسها علي يا إما أكتب فصحى يا إما أكتب باللغة العمية المصرية عجبني قوي استخدامك للنفذ الحالة لأنه دايماً إحنا بيبقى متخلين للكتاب وشعراء نوم ومسكين ريشة كده وعمالين مستنين الوحي ينزل عليه ويروحوا كاتبين هل دفعنا اللي بيحصل لك؟ لا لا هو مش صناعة هو إحساس في ناس واخد الشعر طبعاً كصناعة يعني بس هو إحساس أكتر من إنه هو صناعة طيب خلينا في البداية نعرف أنت اكتشفت موهبتك إمتى أو مين اللي اكتشف إيليك ومين عملك الدعم ده إنتي تكملي في مشوارك ده لأنه أغلب الأوقات تلاقي الأهالي يقوله آه طيب دي ممكن تبقى هوية ولكن ذاكري أو أعملي أي حاجة تانية علشان دي فأكيد ده حصل لك برده ده حصل لك فعلاً فكلمينها الأول عن بداياتك وإزاي اكتشفت الموهبة دي وهل أهلك كانوا بيعملوا لك الدعم ده ولا كانوا برضو خايفين عنه ذاكرتك هو في البداية زي أي حاجة حلوة كنت طائرة أن أنا مبسوطة جداً أن أنا بكتب شوية خواطر وبسجلها على الورق بس بعد كده وللتي طبعاً كان بتخاف علي فتقولي لأ ذاكري شعري لأ بس بعد كده يعني هي شجعتني وبقت تقولي يعني اكتبي وكانت تحب برضو من بعيد اللي بعيد تعرف أن أكتب إيه وأستاذتي في اللغة العربية أستاذة مجده هي اللي كانت بتشجعني دايماً من صغير بس بعد كده الموهبة تنمت صحابي هم اللي كانوا بيدعموني بقى وبيزقوني أني أدخل مسابقات ورعاية الشباب في أي جامعة أنا دخلتها كانت هي برضو أسر الثقافة لما بدأت إن أنت تكتبي وطبعاً علشان تكتبي الشعر الفصحة لازم يبقى عندك مفردات لغوية كتيراً جداً لازم أكون بقرأ كتير لأن أنا بقرأ وبسمع وبفهم والمصطلحات طبعاً كل واحد فينا شاعر ماشي بشنطته الشنطة دي فيها اللغويات والمفردات الخاصة بي أنا لو سمعت الشعر الأبنودي أعرف ده الأبنودي من غير ما أعرف طبس من غير ما تعرفي اسم الشاعر على طول لأن كل واحد لي شنطته مفرداته هو رايح جاي بيها في كل قصيده فده شيء معروف يعني زريفة الشنطة دي أنا عايزة أبقى بصحي إنتي حسبتي المركز الأول في قصر الثقافة صح؟ في المنصورة قصر ثقافة المنصورة في الزجل إحساسك إيه لما كسبت الكائزة دي؟ كنت مبسوطة جداً طبعاً أكيد كنت حاسة أن أنا الموهبة اللي عندي الأول مرة عملت بيها حاجة نمتها لأن أنا أصلاً بكتب يعني قصص قصيرة وفي مشروع رواية آخر السنة دي بس الشعر نفسه كنت حاسة أن الأول مرة عملت خطوة لما خدت الجايزة دي هل ينفع تقولي مثلاً أي أبيات من الأبيات اللي أنت كتبتها؟ لا قديمة قوي دي بس أنا ممكن أقولك حاجة جديدة مرضو ممكن أقولك قصيدة جديدة آخر حياة كتبتها يا باللهجة الصعادية اسمها حكاية شاب صعيدي رغم أن أنت من المنصورة وبتكتليني إليه برمش عيونك السارح ودفنت كل جوارحي وأنا راضي ومسامح وشنكت كل سنين العمر من جبلك على جيدك أنا ابني آل مادح مالك ومال جلبي جو مبعدي عنه بلاش الحب يعميك أنا جلبي جلبي ونار ما عطنت فيش ولا يوم اللي بنران جلبك فما تنفخيش في النار رح ياجي يوم وطولك ولا تقوليش سهلة رح تندمي على جولك وما تبعتيش مرسيل ولا تخزي برد الليل خاطر عيون جاسية لا تعرف الحب ولا جربت ويله لا داقت في يوم السهد ولا عدت نجوم ليله خاطر عيون جاسية ما تضيعيش روحك ولو بالكلام والقول روحي فدى روحك لكني شاب صعيدي لكني شاب صعيدي والكلمة كدابة والفعل عندي أساس وأنا من الأساس محتاس قدام بحور روحك وبأي شيء حولي أنا أنا فاجد الإحساس قدام عينيك السوت الفعل حراك والكلمة نواح ولو كان الهوى بإيدي لازرع لكل محصول كله هنى وراحة وبا تحلم بليل رواح وفيه بتجيني وانا جيكي وفيه بتجيني وانا جيكي وفيه بصهر وبغزلك جصاية شعر أنا جيك وإديك الحلوة تلعبلي في عدد نومي ولا نمشي وبانسى معاكي مر الدنيا والجرح والموعيد وانسى إنك في لحظة رح تبعد وتمشي وإزاي أقول حبيتك؟ أنا؟ إزاي أقول حبيتك؟ وأنا جلبي كتبها على جدار بيتك جو مش لح يخافك وتحدي مر ظروفك وجولي آه يا ناس حبيته من بدري ومخلوقه من ضلعه واشمه على صدري من عنده لي يا إيه؟ يا جي حاسبنا قولي بعلو الصوت صعيدي حبني موت ودايب في دبديبي وعيالي منه كتير مليون قصيدة وبير تحكي في أسرارنا ودلاية تحت التوتة تحكي في أخبارنا ومرجيحة جرب النيلة عتغني غنوين وما تختشيش منيه كله كلام فاضي والحكم في الآخر بيكون على القاضي ونجد سرتنا في يوم بجضحك يا عادي الخوف يا بيت في يوم جم تبعدي إنت ساعتها بالمركوب راح ترجعي إنتي وهتاجي من تاني واكسة على قلبك وتقولي زنبك إيه؟ حبيتي ولدي صعيدي وبتسألي مالك مالك يا بيت خلاص حبيني على راحتك ده أنا جلبي لو فهموته بس تكون راحتك راح أجدمه ليك ده أنا حبي مني وفيك ولو مهما طال العمر هعيش أزرع حنين طارح فأراضيك ولو مرة زعلتك وكان العندي ولاد هابوسنيني العيون وارجع أراضيك تراضيني أراضيك بكم كلمة تحت التوتة تتغنى كلامهم يبعث الإحساس لكان يا مكان وتتهنى سنين عمري فحضني عنيك بالجنة وفي الجنة هعيش أحبك وموت أحبك صعيد أحبك وجولي آه 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 مش مهم بس أن أنت يبقى عندك الموهبة وبتعرفي تختاري المفردات السطح ولكن لازم يبقى عندك أيضا طريقة في الإلقاء طريقة دي شخصية الشعر صح؟ آه تماما مين بقى اللي دربك على طريقة الإلقاء دي؟ أنا إيتي لدربتي نفسك؟ يعني هو بتبقى موهبة يعني عندك الشعر الكبير أحمد شوقي كان بيكتب حلو جدا أمير الشعراء ولكن عنده كان عنده لدغة فما كانش بيعرف يلقي وما كانش بيعرف يلقي ده حقيق إبراهيم ناجي كان هو الأحيانا بيلقي قصائد أحمد شوقي مظبوط ده بطلب منه فيعني هي بتبقى موهبة برضو يعني في الحالتين إلقاء وكتابة آه هل بيبقى سهل عليك أن أنت رغم أن أنت تؤمن محافظات وجه بحر أن أنت تكتبي باللهجة بتاعت محافظات وجه إبث؟ آه أنا عشان بتفرج تقريبا على دراما سعيدي كثير هل أنا Song Which is wish willθε I? وأي وجه السابع فبحبها جدا أحب اللهجة بتاعيتهم هل لهجة بتاعيتهم قوية وإحنا أينة يعني afnignan هم هم أعجبني قوي استخدامك إنها اللهجة قوية وأحنا أينة لأن القوة والحنية مفوت كلمتين أجل هم هم إيه أكتر شعري فتحيس إن هو قريب للناس؟ شاعر Komb say شعر العمال مصري dissجل هو الزجل يعني في شعرة زي شم الجخ وسلم الشغباني طبعا دون الناس وصلوا للناس بطريقة بسرعة جدا بس عشان قصيدهم قريبة قوي وباللهجة المصرية يعني الراجل الفلاح ما يفهمش اللغة الفصحة سواء التكسي ما يفهمش اللغة الفصحة إنما دلوقتي خلاص الشعر العمية المصرية بيبقى أفضل يعني على الرغم أنت زي ما تقولي الناس المصريين البوسطة ممكن ما يفهموش اللغة الفصحة ولكن هل ممكن يمع عندهم الإدراك التقافي الكافي إنهم يحبوا الشعر عمتا هل أنت شايفة ده جزء من الثقافة المصرية أو فعلا لأن مثلا عندنا في الصعيد الموويل ما هي أصلا شعر زجل أبونا فؤاد حداد الشعر الكبير هو مثلا لي دور في الموويل دي ده شعر الأغاني التقطيق اللي بيغنوها برضو فلاحين في الأرض أو في غيره برضو بتبقى شعر عمية مصرية إنتي كليكي العديد من المشاركات في منظمة أو في أنشطة الأمم المتحدة وده من خلال منظمة حقوق الإنسان وجماعية حماية البيئة والمتحدة مع كلمين عن دورك ده؟ في حقوق الإنسان هو أحسن حاجة فيها أنها بتلمل كوادر الشابة النشطة وهي بتدربنا وبتنزلنا قوافل أخذت دور التدريب الصحفيين وأعدادهم وتأهلهم تبع حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي دي كانت هنا في القاهرة وبرضو بالنسبة لحماية البيئة والمجتمع نزلنا قوافل كتير جداً حماية البيئة من التلوث وجميع أنواع التلوث يعني يعني توعية بتبقى حالة طبعاً السيدة المشاهدين عارفين إن أنا متحيزة جداً للنساء ويمكن عبرت عن رأي ده أكتر من مرة وأنا فخورة جداً إن أنت بنت وقدرت أن أنت تأخذ مراكز وجوائز في قصور الثقافة وأن أنت عندك مشاركات وعندك كمان استخدامك للمفردات يعني بسيطة جداً ولكن طبعاً لازم أسألك السؤال بتاع أنت دور الكابنت وكشاعرة وسط محافظة ومحافظة زي المنصورة هي محافظة برضو تبقى تعتبر لها تقاليد وليها أصص وفيه برضو يعني فيه نوع من أنواع إن هي بتلاقيها محافظة شوية يعني بيتعامل مع حكز زي كابنت وخاصة أن أنت شاعرة ويبقى عندك طريقة في الإلقاء وطريقة في اختيار الكلمات وبالذات لما كني عايزة تقولي حاجة معينة ممكن تكون حاجة بتوجه أو حاجة من تحت لتحت مش عجبكي بيتعامل معك زي هو في البداية أنا بس أنا عايشة هنا في القارة بقى لي أربعة وخمس سنين بس قبل كده لما كنت في المنصورة لا بالعكس أصور الثقافة مليئة بالشاعرات يعني ده شيء يفرحني جداً ويعني وده شيء حلو جداً بس هو طبعاً كبنت أول ما تقولي أنا هقول شاعر بنت طيب يعني بس بعد كده لما بيشوفوا الشاعر أو بيسمعوا بيشوفوا طريقة الألقاء بيحبوا فالاحترام واجب للشعراء يعني أي أن كانت بنت أو راجل وبعدين الكلمة بتفرد نفسها الكلمة بتفرد نفسها أفعلاً مين مسلك الأعلى في الشعراء اللي موجودين دلوقتي على الساحة؟ دلوقتي على الساحة طبعاً الخال الأبنودي طبعاً طبعاً خالنا كلنا عمنا كلنا وطبعاً أحمد فؤاد نجم بحبه جداً وبحب الشعر سلم الشغباني الرائع الشعر واقل قوسني ما نساش فضله علي برضو هو اللي كان بيزقني دايماً في بداية حياتي وطبعاً فؤاد حداد يعني أكيد رينالا أنت بتدرسي إيه؟ أنا خارجة إعلام خارجة إعلام يعني لماذا أنا فكرتش أن أنت تخش أي حاجة لها علاقة بالشعر وأن أنت تنمي الموهبة بتاعتك؟ يعني هو الشعر ده موهبة بالنسبة لي حلوة أنا بحاول أن أنميها أنا إن شاء الله في ديوان تحت الطبع آخر السنة دي إن شاء الله ورواية إن شاء الله هل حس أنه مفردات الشعر اختلفت على مدار السنين اللي فاتتت يعني مثلا خلينا نقول أنه من 30 سنة أكيد كان استخدامهم للمفردات مختلف عن الاستخدام دلوقتي ولا أنت محسستش بالفردة لا هو بس مش المفردات نفسها لا طريقة التعبير يعني ممكن زمان ممكن نكون نعبر يعني لو سياسي بنعبر بطريقة مدارية شوية دلوقتي لا الموضوع بقى مفتوح قوي بس مع إني أنا بشوف دايما إن الشعر حلوته إنه مستخبي لازم أنت تتعب نفسك لازم تتعب نفسك في فهم المعنى أنا ممكن أفهم معنى بطريقة وإنت بطريقة وغيري بطريقة وده أحلى ما في الشعر يعني نوى لوحة كل واحد فينا بيفصرها بالإحساس اللي جواه الداخلي أنت قوتي أنت هتنزلي ديوان شعر على آخر السنة وأيضا رواية أنت مش موجود كبير؟ لا مش موجود كبير لأن ديوان أساسا جاهز بس يعني محتاج نقدر نشر ويتطبع إن شاء الله والرواية الرواية لسه في شوية حاجات لازم تتزبط فيها نحن أوشكنا على نهاية الفقرة ولكن أنا مش قادرة أمشيكي من غير ما تقول لنا بيت شعري تاني قصيدة صغيرة حاجة بقى كده للمرأة طب ما ينفعش عشان مصر طب وعشان مصر مصر برضو تعتبر قصيدة اسمها وزد الميدان كانت أيام 25 يناير فدق لي في الليل وضلامه والنور مقتول ودموع في العين وحزان بالدور بتخاف من الليل لاتوه جواه وتخاف ليتوه جواه النور ولفين هتمشي سكتك يا سمرة لعذاب كبير ولا لرحيل ولا عشقت في مشيتك طول السفر لساكي خايفة من اللي جاي ولا بتستني القدر ياللي رماكي الخوف بعيد بين الظنون بتدوري مين اللي حق واحترت بين كل الكلام بين قه ولأ حزنك مع فرحك يباني وما فيش ما بينهم أي فرق وسط الميدان في صوت هتاف يرد الكفيف شايف كان فيه أهات الدم بتعافر بصوت خايف وسط الميدان كل الكلام كان بس عنك كان كله ليكي وكان كله منك قلب نفلق نصين برصاصة العدل ولو كان قراره مفيش كان الزمان عدلي يا قلبي يا مدبوح برصاصة الخايف إياك تكون الآن إياك تكون خايف دم الشهيد مسافات بتقدر المكتوب والروح دي لو عصية لجل الوطن بتتوب وسط الميدان رينيان العودة نورتيني النهاردة نتمنى أن كل سيد المشاهدين يكونوا استمتعوا بالفقرة دي زي ما أنا استمتعت بي شكرا وبكده تكون خاصة الفقرة دي تعالوا نطلع لفاصل ونرجع تاني لفقرة عن سايكولوجيا لفقرة عن سيد الطفل اليتيم